السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في محاضرة جديدة من محاضرات دورة عملية في الإلكترونيات مع وليد عيسى والآن بدنا نكمل اللي هو درس الثيريستر وقبل هيك أخذنا إشو تركيب وكيف هو يشتغل بصورة عامة والآن بدنا نطبق على تطبيقات في دوائر التيار المتردد أخذنا المرة الماضية على دوائر التيار المستمر وكيف هو بصير بشتغل بمجرد أن أعطي نبضة على البوابة والآن نشوف كيف في التيار المتردد هيصير شغله طبعا هكون شوي مختلف لكن قبل ما أدخل في كيف التيار السر هيشتغل في دوائر التيار المتردد وكيف أنا أتحكم فيه لازم أخذ فكرة عن حاجة هتفيدنا كثير جدا فيما بعد اسمها فكرة التحكم بالطاقة على أي حمل تمام فالآن نفترض أنا عندي هنا في عندي أنا مصدر جهد اللي هو متردد يعتبر وفي عندي أنا حمل معين نفترض إنه هيتر أو مقاومة عادية أو لمبة أو أي إشي تمام وبالتالي أنا هنا في عندي إله بسحب يعني مقدار معين من التيار تمام فأنا عندي هنا فولت في عندي تيار وفي عندي هنا الحمل كويس إله حالة في عماية التقريب بصوص تبارته هيكيد من الشكل عبر عن هذا زيار وفي عندي موجه جيبية في شكل تلك التيار من المقاومة إله بما يصفUST أنك يكون الشكل الزيار جيدا تلكT تماما لو انا بدي احسب مقدار القدرة اللي رايها على المقاومة هذه او على الحمل ايش هيكون القدرة او اللي هي الباور هتساوي الفولت في التيار الجهد يعني في التيار وبالتالي الجهد هذا في التيار هذا هيطلع عندي قيمة معينة طبعا انا لم اقصد ان اخليها اقل ولكن انا عشان اميزهم بين التلات التلاتة بين بعض تمام وبالتالي اه هذا ممكن يكون واحد فولت نفترض هذا واحد ميلي امبير فهذا يكون ايش واحد فولت ضرب واحد ميلي امبير نفترض اوكي طيب الان هيكون موجة القدرة او اللي هو الباور لما هذا الجهد ضرب التيار موجب ضرب موجب هيكون القدرة موجبة بالشكل هذا طيب طبعا تزيد بازدياد الجهد والتيار وتقلب بقلة الجهد والتيار هيكون برضو شكلها شبه ايش النصف الاول من ايش من الموجة الجايبية. طيب الحين عند النصف السالب من الموجة الجايبية للتيار والجهد. ايش هيكون? الجهد بالسالب والتيار كمان بالسالب. سالب ضرب سالب. هيطلع موجة. وبالتالي الموجة تبعت البور هتكون بالشكل هذا. وكمان مرة وكمان مرة. وبالتالي انا عندي موجة البور هتكون بالشكل هذا اللي هي عبارة عن القدرة اللي رايحها عندي الامين للحمل عندي. كويس. طبعا لما بنحسب احنا قديش الطاقة اللي هي الانرجي او المبعوثة او اشي بياخدوا اللي هو عبارة عن تكامل المساحة اللي تحت اللي هي مضللة بالاخضر. انا فقط ضللت هدي بالاخضر عشان اقول لها قديش مقدر القدرة اللي رايحة. فقط عشان اتجنب اتجنب اللي هو المعادلات. تمام? طيب خلينا الان استدرج كل حاجة تانية. طب الان ناخد نفس الدائرة ولكن ايش? انا بدي اضيف حاجة في الطريق. الان لو انا عندي نفس الحمل وعندي مصدر الجهد هنا. ايش هيصير? هيصير انه مصدر الجهد هذا هيطلق الجهد تبعه هنا وهيصير في عندي تيار. كويس. لكن انا لو وضعت في مكان هذا المنطقة مثلا حاجة اسمها دائرة مثلا تانية. او عنصر بعمل على تقطيع التيار هذا. شو يعني تقطيع التيار? هلقيتها نشوف بالرسمة. هذا الان الجهد يعني هو مصدر للجهد. تمام? ولكن التيار مين بيحدده? التيار بيحدده هو الحمل. نفترض والتيار ما شرح ايش في عندي دائرة قاعدة تتقطع فيه. تاخد جزء منه. كويس? تاخد جزء منه طبعا انه تقطعه يعني ما توصله. يعني توصل جزء من التيار وتقطع جزء من التيار. يعني نفترض كمثال عليها يكوني الشكل هذا. انا الشكل المفترض انه يمشي التيار اللي هو الجزء المقطع هذا. شايفينه? هذا هو المفترض انه يمشي. ولكن عشان حطيت عنصر يقطع للتيار. فصار مثلا مثلا. اللي هو شكل التيار بالشكل هذا. هيك. وعندي. يعني عندي في جزء من من التيار اتصفر صار صفر. والجزء الاخر تم يعني اخراجه بشكل طبيعي. جزء اتصفر وجزء تم اخراجه بشكل طبيعي. ايش هيكون القدرة. هتكون موجة القدرة اضرب. هنا الجهد. له قيمة. ولكن التيار ما له قيمة. وبالتالي ايش هيكون? اي قيمة ضرب صفر. ايش هيكون صفر? وبالتالي هيبدأ القدرة تقريبا ايش? من عند هادا المنطقة اللي هو عندك موجب في موجب هيطلع عندي هنا الشكل. تمام? وهنا موجب او سالب في سالب هيطلع عندي هنا موجب بالشكل هذا. وبالتالي الان عندي صار تقطيع لجزء من التيار صار نتج عنه تقطيع لمقدار الطاقة اللي رايح على ايش? على ايه ان الحمل هذا. وبالتالي انا صار عندي مقدار الطاقة اقل من الحالة السابقة. كويس? وبالتالي طبعا قضيت مقطع مقطع التيار هذا وايش? وايش الدائرة? بعدين نتعرف على الحاجات هادا. ولكن انا بدي الفكرة الان. تمام. لو انا الان مقطع التيار هذا برضو خليته يقطع لي جزء اكبر من التيار. ايش هيكون القدرة. هتكون طبعا مقطوعة بشكل اكبر. كويس. وبالتالي صار عندي انا تحكم في مقدار القدرة. ومقدار التيار اللي رايح لمن? لا ايه الحمل عن طريق تقطيع جزء من موجة التيار. عن طريق تقطيع جزء من موجة التيار. خلينا نحط الثالثة مع بعض. الان هي عندي انا ايش? الدائرة وهي مقطع التيار. نفسرض مقطع التيار في الحال الاولى ما قطع سيئة لل homogeneous. وبالتالي عندهم موجة الجهد والتيار والقدرة بالشكل هذا. لما تكون القدرة بالشكل هادة. ايش باقول? بقول انه وصل الحمل مئة بالمئة من القدرة المبعوثة. نفترض انو foi يعني الحمل محتاج مسلا واحد كيلو واطها وبالتالي انا عندي صار هنا اياش واحد كيلو واط المئة بالمئة من واحد كيلو واط. تمام. لكن لما أنا صرت حطيت هنا عنصر والعنصر هذا عمل لها على تقطيع جزء من التيار من موجة التيار صار طبعا تقطيع للقدرة كويس وبالتالي هذا نفترض انه والله صار تقطيع بنسبة 75% كويس وبالتالي هنا نسبة القدرة اللي رايحة 100% هنا نسبة القدرة اللي رايحة 75% وهنا احتمالي تكون 25% وبالتالي أنا صار عندي فكرة عن انه اوكي معناته قال لو حطت هنا عنصر يقطع لموجة التيار طبعا موجة الجهد لا يمكن تقطيعها لانها صادرة من هنا ولكن انت بتقطع من التيار اللي ماشي وين في السلك طيب لو انا عملت دائرة او عجبت عنصر يعمل على تقطيع جزء من التيار معناته بيعطيني قدرة على التحكم في مقدار التيار اللي رايح على الحمل وبالتالي أنا مقدر ممكن اتحكم في مقدار القدرة اللي رايحة نفترض هذا الحمل عبارة عن لمبة وبالتالي أنا لما اتحكم في مقدار التقطيع هذا مثلا قطعته بشكل 75% او 25% معناته اللمبة هتصير تضوي عندي بمقدار الاضاءة تبعتها يكون 75% او 25% حسب قديش أنا مقطع من التيار لو كان محرك هتحكم في سرعته عن طريق تقطيع جزء من التيار كويس وبالتالي أنا صار عندي فكرة انه اوكي لو وضعنا هنا عنصر انا بيعطيني خاصية جديدة انه ممكن انا اتحكم في مقدار التيار اللي رايح طيب هذا طبعا النوع من التحكم بسموه phase angle control phase angle control ليش لانه انا الان افترض هاي كل موجة التيار لو انا قطعت منها جزء صغير هذا الجزء الصغير بسموه هنا كأنك انت عملت ايش تقطيع للجزء معين من 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 الموجة التيار فبسموها الفيز يعني انت قصت جزء معين من الفيز او يعني مش زي شفت ما عملت لهاش انت شفت ولكن قطعت منها تمام فبسموه هذا الجزء اسمه phase angle control لانه انت لما تيجي تقطع تقطع حسب الفيز تمام وبالتالي يعني هذا ممكن انت لو بدك تبحث عنه في الانترنت ممكن هذا يكون الكيورد سبعتك طيب خلينا الان نبلور الفكرة اكتر عشان نصل لثيرستور احنا لسه بنقدم لثيرستور الان عرفنا كيف احنا فكرة التحكم بالطاقة او القدرة اللي رايحة لحمل عن طريق هنا حاجة بتقطع للتيار لو كانت هذه الحاجة عبارة عن دايود اها اننا نقترب الان الان عندي هنا موجة جيبية صادرة من مصدر الجهد بالشكل هذا لو راحت على الدايود ايش الدايود بيعمل الدايود معروف انه بيمرر جزء الموجب ولا يمرر الجزء السالب تمام وبالتالي هلاحظ انه التيار هيكون بالشكل هذا هيك وهيك وهيك معناته قطع لجزء تقريبا النصف من الموجة من كل موجة معناته التيار بدل ما هو هيك وبعدا ينزل تحت لا قطع كل الجزء السالب مدام قطع النصف معناته انا بتوقع القدرة قداش هتكون القدرة هتكون خمسين في المائة طبعا القدرة هتكون هذا ضرب هذا هيكون هنا جزء كامل ولكن هنا صفر تمام وبالتالي انا الدايود لما اضعه في الدائرة بالشكل هذا احطه بدل مقطع للتيار هيعطيني خمسين بالمئة من القدرة رايحة لمين للحمل يعني لو كانت هنا لمبة اللمبة هاده هتاخد او هتشع خمسين بالمئة من الاشعة تبعتها نفترض يعني هاده اختراضات عشان ايه عن موضح الفكرة طيب لو استبدلنا مقطع التيار بدايود هاده لو استبدلنا بثايروستور الحين احنا احنا قلنا ثايروستور عبارة عن دايد ولكن انا بتحكم بوقتش يشتغل ووقتش يفصل تمام الدايود يا شباب انا ما بقدر اتحكم اكتر من هيك خلص هو بي مرر الموجه الموجه بكاملة وبقصي الموجه السالبه كاملا تمام وبالتالي انا مقدرش اقص جزء من الموجه الموجه بخلص اكتر حاج بيعطيني اياه هو هيك خمسين بالمئة لكن لو انا اضف الثايروستور الثايروستور بيعطيني خاصية ان اتحكم بوقتش يشتغل ووقتش ما يشتغلش تمام خلينا نشوف الان لو كانا نعدي الموجه هادي تمام اللي صادر من ايش المصدر الجهد التيار نفترض انا شغلت الثايروستور مش من اول ما بدت موجه الجهد لا بعد شوية يعني استنيت فيز معين استنيت تايم معين وبعدين شغلت الثايروستور هيكون شكل الموجه ايش بالشكل هذا طبعا الجزء السالب كله رايح الجزء السالب الثايروستور ما بيشغلوش باتاتا حتى لو اجت نبضة هنا ما بيشتغل ليش لانه الاند بيكون بالسالب كويس وهذا اخذناه في المرة الماضية انه لا يعمل الثايروستور في هادي المنطقة تمام طيب معنات الكلام انا لو انا استنيت شوية مش من اول ما اشتغل الثايروستور انا مش من اول ما اجت الجهد بدأ انا شغلت الثايروستور لا استنيت شوية وبعدين شغلت الثايروستور هيكون موجه التيار بالشكل هذا ويش هيكون موجه القدرة مرضو بالشكل هذا وهذا ممكن تعطينا نسبة معينة ولكن هادا النسبة هتكون اقل من 50% ليش لانه جزء السالب كله التغى والجزء السالب يعتبر 50% من مين من الموجه من موجه القدرة او موجه التيار وبالتالي انا لغيت 50% بمجرد اني ايش لغيت الجزء السالب يبقى الان لما اقص من الجزء الموجه كاني بقص من مين من 50% اللي كانت موجودة طبعا انا لو اخرت بزيادة اللي هو موجه التيار او اخرت بزيادة اللي هو تشغيل الثايروستور هادا اعطته نبضة على الجيت تبعته بشكل متأخر عن بداية الموجه الموجه وبالتالي انا هاحصل على قدرة اقل وبالتالي ممكن تصل لعشرة في المية او حتى صفر تمام وبالتالي انا صار في ايش الفائدة اللي ناخده هنا المقطع التيار الان لو حطنا دايد هيعطينا 50% طب الثايروستور بس بيتحكم لي بالجزء الموجب اللي هو نصف الموجه من الموجه ما بيقدر يتحكم في النصف السالب لانه لا يمرره اصلا تمام وبالتالي الثايروستور اعطاني خاصية زيادة عن الدايود اني انا بتحكم بالجزء الموجب ممكن اخليه اقل او اقل بس ايش اقممين من 50% كويس واحد ممكن يقول لي انا ممكن احط ثايروستور بالعكس كمان واتحكم فيه عشان يتحكم في النصف السالب بقول له فكرتك ممتازة ورائعة جدا وهذا بتقدمنا ان شاء الله لمحاضرة جاية عن عنصر اسمه لترياك لترياك مرات بسموه هيك ومرات هيك لترياك او الترياك هاد عبارة عن ثايروستورين معاكسات لبعض واحد بتحكم بالجزء الموجب والتاني بتحكم بالجزء السالب فبصير عندك اكتر من 50% التحكم يعني بصير من صفر الى 100% تمام بس الان احنا عندنا ثايروستور وبالتالي بدنا نلتزم بايش بس بالموجود مع الثايروستور ولما يجي وقت لترياك هنشوف ان شاء الله انه هاد الموجه هتصير ممكن تتحكم فيها بالموجب والسالب وهذا ممكن ينقص بالموجب والسالب ويصل هاد بدل 35 ممكن 75 او 70 زي ما انت بتقدر اتقص قديش انت بتاخد قدرة وبالتالي انا الثايروستور هيكون هنا وظيف خلينا نشوف دائرة ممكن اياش تقرب النا ايش بننصل الحين لو حمل عندي لمبة هنا وهنا مقدار اياش الجهد المسلط عليها التيار ان شاء الله هيتم تقطيعه عن طريق مين اللي هو الثايروستور لو كان الان الثايروستور بيشتغل مع كل بداية موجه يعني مع كل بداية الموجه بيشتغل الثايروستور هذا هو هاي نبضة الثايروستور نبضة اللي جاية عالجيت او عالبوابة اجت مع بداية ايش بداية الجزء الموجه وبالتالي هتشغل كل الجزء الموجه هاي هيمر وهي الجزء السالب مش هيمر طبعا لانه هيك طبيعة الثايروستور الجزء الموجه ها اجت له طبعا في الجزء السالب يا شباب لما اجا الثايروستور طفى ليش لانه لانه تصر سالب بالتالي انا محتاج نبضة اخرى يعني مش نبضة واحدة تكفي لو انا حطت نبضة واحدة يا شباب الجزء الموجه بهذا هيمر والجزء السالب خلص هيطفي الثايروستور واذا ما وضعها نبضة اخرى ونبضة تانية وتالتة هيكون برضو سفر 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 ولاし علشان انا جبت نبضة تانية مع بداية الموجه يبقي انا هيمر Chong بالنبضة التالتة لو هاد النبضة انا اخرتها شوية فيز معين مثلا في فا اتنين او فيتة اثنينوب كويست هادى فيتة اثنين طبعا هي الفيز لو انا اخرتها شوية بدل ما انا ابداها من هنا بداها متاخرة بقص قاعد من موجة التيار. طبعا جزء الموجب لانه جزء سالي رايح. تمام? يبقى انا ياش بقلل القدر اللي رايحه. لو انا قصيت او اخرت اكثر وبالتالي انا بقلل القدر اللي رايحه اكثر اكثر وبالتالي صار عندي تحكم من مقدار الانارة. ولكن المصيبة ان الانارة هتبدأ عندي بس من خمسين في المائة. يعني خمسين في المائة لصفر هاي اللي بتقدر تحكم فيه. ما بتقدر تحكم فيه من صفر الى مائة بالمائة. عن طريق الثايرستور في الـ AC. الا اذا وضعت ق ثايرستور ثاني معاكس إلو تمام يعني بقول الآن الكاثود فوق والآن التحت ولكن إيش بدك جيت ثانية تتحكم فيها وبالتالي صار في عندك تو سيجنلز عشان إيش تتحكم في الثايرستور هاد هي فكرة عمل الثايرستور طبعا في الاسي ببساطة شديدة جدا طبعا ناخد إن شاء الله إجزامبل عليها الآن عملي من عيوبه إنه فقط بخليني أتحكم في الجزء الموجب وميزاته إنه أنا بقدر أتحكم في مقدار القدرة اللي رايحها عندي تمام ولو بدنا تطبيق عملي كيف أنا أصمم الدائرة هذي كيف يعني الآن أعطي نبضات للجيت هاي هو هذا السؤال أوكي أنا فهمت إنه والله بدي أعطي نبضة للجيت ولكن أنا وقتش أعطيها كيف أعرف إنه الموجة بدأت عشان أعطي له نبضة كيف أعرف إنه الموجة بدأت عشان ممكن الآن بدي أعمل تأخير عشان أقص من موجة التياب هذا هو الدائرة العادية ولكن كيف أنا بدي أطبيقها عملياً هتكون عن طريق دائرة زي هيك تعالوا نفكر مع بعض كيف هاد الدائرة بتشتغل ركز معي هاي مصدر الجهد مصدر الجهد هيروح للمبة إنت تطلع لأوين أنا بروح اللمبة هاد الآن هيتم التحكم بالتيار اللي نعرر فيها عن طريق مين إف هاي رستر هاد الدائرة هاد المسار هيك 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 معروف ما فيه أي مشكلة تمام؟ الآن عند المشكلة كيف أنا أولد نبضات لمين للغيت كويس؟ الآن الغيت هادي إحنا قلنا إنه لا ما بتاخدش إشارة سالبة فقط بتاخد إشارة موجبة وبالتالي أنا لو بدي أمرر جزء من الإشارة هادي هنا هيك 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 لازم أخد فقط الإشارة الموجبة لأن الإشارة السالبة لو مرت وراحت للغيت ممكن تخرب للثيرستر وأولا أصلا ما بتفيد هاش ما بتفيد الغيت ليش لأنه مش هتطفى الثيرستر وقتها تمام؟ وبالتالي أنا الجزء السالب هادا كله أنا ما بديش إياه عشان هيك أنا هيش الجزء الموجب هيجي هيك أو كل الموجه هيجي هيك ولكن لما أنا أضغط للسويتش هادا هيجي هنا الجزء كله ولكن هيتفلتر فقط الجزء الموجب هيدخل عندي الجزء الموجب طبعا لما يدخل عندي هنا هاختار معا هاختار قيم معينة للمقاومات بحيث أنه يدخلي هنا تيار الجيت المناسب حسب الداتاشيت مثلا نحنا شفنا في داتاشيت أنه ممكن 2 ملي أمبير أو 5 ملي أمبير كافية أنه مثلا يشغل للجيت تمام؟ وهنا الجود مثلا بوينت 6 أو بوينت 8 أو 1 فلط لازم يكون فأنا بختار قيم المقاومات هذي بحيث أن يكون هنا ايش قيمة معينة تفيدني لتشغيل من الثيرستر كويس وبالتالي أنا الجزء الموجب فقط هو اللي هيدخل من أول ما يبدأ الجزء الموجب هيجي هنا طبعا وهيتقسم وهيدخل على الثيرستر ويعطي نفس النبضة يعني النبضة هنا يتم توليدها تماما مع بداية الجزء الموجب هنا ليش لأنه ما فيش أي عمليات تأخير على طول من أول ما تيجي النبضة الموجب هيك هيك هتتقسم وهتدخل فيش عمليات تأخير للنبضة وبالتالي هتدخل هنا هيك النبضة على طول مع بداية إيش الموجب وبالتالي قديش هتكون الإضاءة هنا هتكون خمسين بالمئة هتكون خمسين بالمئة لو أنا بدي أعمل عمليات تأخير معناته أنا بدي إيش أحط بدل هذا المقاومة هتحط إيش كابستر مكثف المكثف طبعا لما أنت تبدأ الجزء الموجب هيجي الجزء الموجب هنا تمام وهيلاقي مقاومة ولكن مش هيروح على تريجر يعني مش هيعمل تشغيل للثيرستر لسه في عنده مكثف بده يعمل عملية شحن إليه وقديش مقدار عملية الشحن هتاخد وقت قديش هيتم التأخير هو هذي إيش الفكرة طبعا طبعا في دوائر متقدمة أكتر من هيك ولكن إحنا بنحكي ببساطة كيف ممكن تكون عملية التأخير ممكن يحط هنا مكثف فبصير عملية التأخير تمام إحنا نشوف هذي الدائرة عمليا ونشوف كيف إحنا ممكن إيش نتحكم بي أو نشوف الإضاءة تمعتنا ونشوف كيف نطبق هذي الدائرة طبعا بالنسبة للجزء العمل اللي ثيرستروا الآن في دوائر الـ AC في عندنا الدائرة هذي أنا ركبتها هي عبارة عن مصدر للـ AC 230V طبعا عندنا ممكن تصل لـ 240 كمان وفي عندي أنا اللود اللود هو عبارة عن لمبة تشتغل عن 230V هذي وطبعا في عندنا الثيرستر لهو بي تي 151 والدائرة هذي المسار تبعها تمام طيب الآن القيت من هنا هتأخذ الإشارة تبعتها في عندي أنا قلنا هنحط دايود عشان بس يدخل الإشارة الموجبة دايود عبارة عن 1N4001 وبعدين هتروع على مقاومتين واحدة ثابتة قيمتها 60 كيلو وواحدة متغيرة اللي هي هذي تمام قيمتها 50 كيلو كويس طبعا المتغيرة في لها ثلاث أطراف ناخد الطرف مع الوسطاني طرف من الأطراف الجانبية مع الطرف الوسطاني ونترك أيش الثالث طبعا الثالث هو اللي ايش بديوه حسب ما يتغير هو هيعطي ايش جهد وتيار لمين لا القيت طبعا قبل ما تروع على القيت في عندي أنا هنا اللي هو مكثف حوالي 16 ميكرو فراد طبعا ما لقيتش أنا 16 ميكرو فراد بالضبط عندي فأنا حطيت هنا 47 ميكرو 47 ميكرو 47 ميكرو 47 ميكرو فراد الثلاثة على التوالي فإحنا بنعرف ثلاث مكثفات على التوالي 47 ميكرو بطلع ايش بطلع نتيجة محصلة تبعتهم اللي هو 47 ميكرو على الثلاثة على ثلاثة فبطلع عندي تقريبا 15.6 يمكن فهي عبارة على 16 ميكرو تقريبا طيب الآن نختبر هاد الدائرة ونشوف هل المقاومة متغيرة الآن لما غيرها بيزيد وبيقل الفولتج حوالين اللمبة لهذه وهل بتزيد وبتقل إضاءتها وقديش الرينج اللي إحنا إيش بنشتغل فيه إحنا قلنا تقريبا عشان إحنا ثايرستر وبس بمر الموجة الموجبة فتقريبا هنشوف نص الباور أو هنشوف نص الفولتج على مين على اللمبة اللي هي نص مين نص الـ 230 هل الحين هنشوف الموضوع هادا طيب الآن في عندي أنا كل هاد الكمبولنت أنا عاد وصلتها مش هنقعد ونوصلها مرة ثانية وحاولت أعمل تثبيت للـ High Voltage فهذا هو الـ 220 Voltage عندي كويس وهذا الفولت ميتر هيجيس الجهد حوالين مين حوالين اللمبة بس حوالين اللمبة هيجيس الجهد تمام فهي هادي عندي اللمبة والآن بدي أشغل ونشوف الإضاءة كيف طبعا الآن هين شغلت المقاومة محطوطة على أعلى قيمة إلها تمام أعلى قيمة إلها معناها تكون هي 50 كيلو زائد 60 كيلو تمام فهذا أعلى قيمة إلها بعدين الآن بدي أبدأ أجللها شوية 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 وهنشوف كيف هيبدأ هذا يضوي وحتى هتلاقي إيش القراءة هنا على إيش على المولتي ميتر نشوف الآن ها بدأت الآن طبعا قللتها ولكن بقللها ببطء شديد جدا جدا نرجع من الأول ها الحين بدي أبدأ أزودها هاي اللمبة إيش بدها آه بدأت الآن تشعل يمكن ملاحظين في الكاميرا ها بزود أنا قاعد بزيد الفولتج وبزيد الإضاءة يعني قاعد أنا كإني بعمل فولتج متغير برضو ولكن شكل الموجة طبعا هيكون مختلف طيب الآن هاي الجهد قاعد الإضاءة قاعد بزيد والجهد برضو قاعد بزيد هاي قاعد أنا بغير فيها لحد نشوف آخر إشي هاي آخر إشي تبام آخر إشي طلع معاي هنا تقريبا طلع هنا 120 فولت 120 فولت تقريبا تقريبا نص مين؟ نص 230 فولت 230 أو 240 فولت إذا كانت اللي هو الجهد العام 240 فبطلع عنده 120 فولت بالظبط اللي هو تقريبا مشابه لأيش لهذا فالآن فقط نص البور رايحة وين على اللمبة هاي وهي نص الكلام طبعا ونص الإضاءة هتكون فهدي عبارة عن نص الإضاءة العامة اللي هتكون لو أنا حطيت عليها 240 فولت والان قاعد انا باقلل وهيو قاعد باقلل او بزود المقاومة فبتقلل هنا اياش هايو قاعد كأنه عملت انا زي دمر صغير ولكن دمر متوسط القدرة تمام هاي هيك اياش اكثر ما يمكن الان باقزود نبدأ يزيد تمام لو كان في عندي لبا نوع مختلف هتلاحظ انه بيبدأ من الصفر وعشرة عشرين ثلاثين مش هتلاحظ انه نط على الاربعين مباشرة ليش لانه اللمبة يمكن ما بتسمح مورو التيار الا اذا كان عليها اربعين ولكن يمكن اللمبة تانية او نوع اخر من اللود او مقاومة عادية يبدأ بتسحب من الصفر طبعا هاي الان بدأتها شوف الان بدأت اوكي وبعدان اياش ببدأ ازود الاضافة هاي انت واضحة جدا انه اياش في عندي انا اياش هنا لعب في الاضافة تمام في ممكن تعمل فكرة اخرى يعني عليها انت الان لو جبت هذه اللمبة هادي لو شلتها وخطرة عبالي بس انت بتترك الامر لقلكم انكم تعملوها لو شلت هذه اللمبة وحطيت قنطرة اللي هو اربع دايودات اللي هي بتحول من DC لAC من AC لDC فانت لو حطيت هنا قنطرة وبعدها مكثف كبير فهتلاحظ انه صار عندك زي كأنك دي سي فولتش سورس دي سي فولتش سورس دي سي فولتش سورس ممكن تتغيره متغير طبعا من صفر الى مية وعشرين فولت تمام فالحين هذا فكرة ممكن تطبقها هيكون عندك دي سي فولتش سورس من صفر الى مية وعشرين فولت فقط ايش بوضع هنا ايش قنطرة وايش ومكثف كبير جدا وبالتالي انت ايش هتتحكم في الاسي ولكن هيطلع عندك ايش دي سي متغير وهذا ايش طبعا ممكن دائرة تانية انت ممكن تعملها هتركها ممكن عدد دي سي هتتحكم فيه بموتور بأي حاجة تانية فالان هاي هادا التجربة العملية للثيرستر في الاسي ان شاء الله تكون استمتعتك في هذه المحاضرة عن الثيرستر وكيف يتم تطبيق اللي هو مبدأ انه اتحكم بالفيز عشان اتحكم بإضاءة او سرعة محرك وكيف يتم استعمال الثيرستر في دوائر الثير متردد وان شاء الله تكون عجبكو اعمل لايك كومنت وشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته